لهذا إيران لن تقاتل وكل الذي جرى بين إسرائيل وإيران هي مسرحية هزلية بائسة بمخرج فاشل هو أمريكا على مبدأ أضربني واضربك لا توجعني ولا أوجعك يعني أنا لقاريها بتاريخ الحروب كلها ولا درستها ولا درستها بكلية الأركان أي معركة بالتاريخ أن يعلمون الطرف يعلم الطرف الآخر أستاذ عياد هي الأهداف والتوقيت والمدة بالهجوم أستاذ عياد يعني هاي أستاذ نجم إذا تسمح لي أخازي إذا تسمح لي لهذه الدول الثلاثة أستاذ عياد قبل ما نحكي على السيادة والانتهاكات ونعتب عليهم هم أصلا من التفقيل على كل شيء أستاذ عياد أستاذ عياد أستاذ عياد الآن أنت إذا عندك هذا العتبان أفقك لك هذا اللغز أفقك لك هذا اللغز هم يعملون بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم أنت ليه الزعلان والله أنا زعلان على شعبنا وعلى هاي الفصائل وهاي الناس المصدقين بأن إيران دولة إسلامية شيعية يا سيدي والله العظيم ده إيران دولة فارسية مجوسية همها الأمبراطورية مستعدة الضحي بالشيعة العرب قبل العرب السنة لأن هي لا ترتبط بهم هكذا والدليل على ذلك المناجد من حق الناس يا سيد عياد التختار الإيرانية يسلمون العرب بكل قومياتهم حس يا أستاذ عياد من حق الناس أنا مريد أن تخلوا بهذه التفاصيل لكن حتى يعلم العالم والدليل على ذلك لا تتركب علينا أريد أقول الاستراتيجية الإيرانية في إدارة الصراع مع إسرائيل هي تتطبق لدينا في مثلين شعبيين عراقيين الأول إذا جاك المواد دز على ابن عمك والمثل الآخر إذا جاك السيل حطه ليدك فهيدت قاتل بأذرعها فصائلنا الموجودة بالعراق لم تكون أحسن من حزب الله اللي صار لأربعين سنة واللي طلع حسن نصر الله قال ابن الألسانه قال ما عندنا شيء مخفي كلنا نشغلنا فوق السطح أكلنا شربنا رواتبنا طعامنا سلاحنا تجهيزنا من إيران ولبنان جزء من الجمهورية الإسلامية هم لم ينكروا هذا يا روح هذا ضحت به